لو ما شفتيش الفيديو ده هيفوتك كتير جدا وهتندمي كتير هينبت عندك الفراغات هيوقف التساقط من اول استخدام هيتول شعرك بجنون وهينبت الفراغات وبيحارب الصلع هيخلي شعرك كسيف بشكل رهيب مهما كان التساقط عندك ومهما كان شعرك خفيف هينبت الفراغات وهيحارب الصلع وهيشلك التقصف لهيشان وهينعم شعرك وهيطوله بجنون والنتيجة تشفيها بعانيكي من اول استخدام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا باخواتي وحبيبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا النهاردة ان شاء الله جايبا لكم وصفة رهيبة ومن تجربة الشخصية اخواتي وحبيبي في القناة طلبوها مني يما احنا عايزين حاجة من الاخر يما احنا تعبنا من الصلع وتعبنا من تساقط الشعر وتعبنا من شعري ما بيطولش شعري خفيف انا دخلها خلاص على جواز وفرحي قرب وشعري بجد خفيف جدا من قدام وما بيطولش عايز اقولك الوصفة دي من تجربتي انا الشخصية لان انا شعري تساقط وتبعدل خالص آآ بسبب الولادة وبسبب الحمل وكمان بسبب السبغات والمواد الكيموية فعايز اقولك الوصفة دي من تجربة الشخصية جرى بيها رهيبة بس اعمليها زي ما هقولك بالزبط قبل ما ابدأ اوصفتي لا اقول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش اضغطي على زر الاشراك الاحمر وادفع علي الجرس عشان يسلي كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس امر اول حاجة ودي مهمة جدا جدا معي في الوصفة ما تدريش استبدليه باي مكون وهو الجزر الجزر يا بنات من الحاجات الجميلة جدا لتنعيب الشعر لتطوير الشعر لانبات الفراغات لي آآ علاج تقصف وهيشان الشعر هبدأ اخد آآ حباية واحدة بس من الجزر وهبدأ ان انا اجيب المبشرة بتاعتي وهبدأ ان انا ابشر الجزراية بتاعتي على الرفاية تمام آآ بشر ناعم جدا بشرنا حبة الجزر زي ما انت شايفة بالشكل ده بقت ناعمة خالص هنبدأ ان احنا نضيفها بالشكل ده كده تمام وهبدأ بقى احط على حبة الجزر المبشورة بتاعتي دي تلات حبات فقط من الهيل او الحبهان الهيل او الحبهان فوضيع يا بنات لانبات الشعر وتكسيف الشعر وتطويل الشعر هبدأ ان انا وكمان بينشط الدورة دموية في فروة الراس هبدأ اخد تلات حبات بس من الهيل اي ركزي معايا في المقادير طبعا الجزر هي حبة واحدة كبيرة تمام وتلات حبات من الهيل او الحبهان تمام وممكن تستبدلي الهيل او الحبهان بورقتين من ورق اللوري او اوراق الغار هبدأ اخد بقى معايا هنا المكون الخارج لفروة الراس اللي بيشيل اي آآ صلع وينبت الفراغات بشكل فعال وهو القرنفل هبدأ اخد معلقة كبيرة من القرنفل آآ ممكن تستخدمي القرنفل المطحون لو هتستخدمي القرنفل مطحوني بتحطي معلقة صغيرة بالشكل ده كده وحطنوهم على بعض هنبدأ ان احنا نحط عليهم معلقة كبيرة من القهوة القهوة العادية جدا تمام بالشكل ده هنبدأ بقى نصب على المكونات بتاعت دي كباية واحدة بس من الميا بالشكل ده رهيبة ريحتها جميلة جدا جدا للشعر بتنعم الشعر تنفع للاطفال وللكبار ولرجال وللنساء هتبدأ ان انت تاخدي المكونات بتاعتك دي وهتبدأ ان انت ترفعيها على النار المكونات دي هتغلي المدة دقيقتين فقط بعد ما تغلي المدة دقيقتين هرجع لكم دي بصوا حباية بقلبي هم غلوا لمدة دقيقتين فقط هبدأ بقى ان انا اصف فيهم في المصفى بالشكل ده كده هياخد الميا بتاعتهم بس بالشكل ده هبدأ بقى ان انا اجيب معايا هنا زيت الخروع هتجيبي زيت الخروع لو انتي آآ من الناس اللي آآ آآ شعرك دهني ما تحطي الزيوت خالص حتى لو زيت خروع لو انتي شعرك جاف هتحطي او عادي هتحطي زيت خروع ومش هنحط منه كتير احنا هنحط منه بس معلقة صغيرة من زيت الخروع وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض بالشكل ده كده زيت الخروع مع المكونات بتاعت دي المكونات بتاعتك دي هتبدأ انها تبرد خالص يعني اهم حاجة ان هي تبرد خالص بعد ما تبرد خالص هتبدأ ان انتي تجيبي معاكي هتجيبي ازازة يعني يكون مثلا بيرفن او ازازة بخاخ رش كده هتبدأ ان انتي بعد ما المكونات دي تبرد هتبدأ تنقليها في البخاخ بتاعك وهتبدأ ان انتي آآ تستخدميها آآ ممكن تحطيها عندك طبعا آآ انا اقول لكم كمان على حاجة هنعملها مع بعض آآ بعد ما اقول لك طريط الاستخدام الوصفة دي آآ لتنعيم الشعر الخشن وزلد التقصف بصوا حبيب قلبي اول حاجة المكونات دي هتبرد هتبدأ ان انتي تنقليها في البخاخ البخاخ ده بيقعد معاكي في التلاجة من اسبوعين لأربع اسابيع يعني بيقعد معاكي شهر ما بيفسادش خالص بس تحطيه في التلاجة هتبدأ ان انتي تستخدمي البخاخ ده ركزي بقى معاكي عشان طريط الاستخدام مهمة جدا عن الوصفة اول حاجة البخاخ ده هيستخدم مرة الصبح ومرة بالليل هتقسمي شعرك نصين تمام هتقسمي شعرك نصين هتقضي البخاخ ده وترشي بختين في النص بختين في النص بعدين هتقسمي شعرك الناحية التانية كده نصفين من الجنب وهتبدأي ترشي برضو بختين بعدين هتقسمي شعرك من الجنب التاني وهتبدأي ترشي بختين يبقى كده اجمالي كان بخة في اليوم في المرة ست بخات يبقى ست بخات الصبح وست بخات بالليل زي ما انا ما بعمل تمام بعد ما هترشي الست بخات هتبدأي تعملي مساج وتدليك لفروة راسك هتعملي مساج وتدليك لمدة ديتين لفروة راسك بعد ما هترشي تمام هتبدأي بقى تسرحي شعرك عادي مش هتخسليه هو بدون غسل ومش هيعملك اي ريحة ولا تلبيك على شعرك لو انت خائع عشان خاطر الزيت اولا الزيت مش هيأثر خالص هيعمل تنعيم ومش هتحس ان في زيت لانه هو مختلط بمكونات كتيرة ومية كتير لو انت مش عايزة تحطي الزيت خالص ما تحطيش مافيش مشكلة خالص تمام هو عمتن الزيت هيدي نوعومة بسيطة لو عندك شعر الجاف او شعر بنت الجاف وهيدي لمعان هتستخدميها يوميا بختين الصبح مرة الصبح ومرة بالليل زي ما وصفت بالظبط هتخسلي شعرك بالشامبو مرة واحدة بس في الاسبوع لان الشامبو الكتير بيقصف وبيقصر الشعر وبيعجز نمو الشعر فالمفروض ان احنا نستخدم الشامبو مرة واحدة بس في الاسبوع هنستخدم الوصفة دي لمدة شهر ست بخاته الصبح وست بخاته بالليل وتفرجي بقى على شعرك ونعومة شعرك وانبات الفراغات هتلاقي من اول اسبوع بدأ ينبتلك بيبي هير كده هتلاقي شعرك بدأ يتسحب ويطول طيب بالنسبة للبنات اللي عندها تقصف في شعراء وعايزة نعيم كل اللي انت هتعمليه حبيبة قلبي هتجيبي معلقة من النشا مع معلقتين من مية الورد ومعلقتين من المية تمام وهنبدأ نحط عليهم نص معلقة من الاحوة وهنقلبهم تمام وهنبدأ نحط عليهم معلقتين من الحليب وهنقلبهم برضو هنبدأ نرفحهم على نار هادية جدا يتقلس لنا بسيطة تمام وبعد كده هنحط عليهم معلقتين من زيت الروزماري تمام او زيت جوز الهند وهنبدأ نقلبهم كويس قوي هندهن الشعر المتقصف والخشن بالكريم ده وهنلبس البونية وهنسبها على شعرنا لمدة ساعتين وهنغسل شعرنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة